خلينا روح سريعا جدا لميرر البريطانية زي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة اللي كلمت على صلاح وكلمت على مستقبله وقالت نصا انه برسلونة بدأ بالفعل في اجراء محاولات او اتخاذ خطوات وصفتها بالسرية في محاولة منه للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح من ليفر بول بناء على رغبة مين بناء على رغبة شابي ايرنانديز اللي من الواضح انه بيحاول يعيد بناء كتيبة ترجع عمجاد البرسا وشايف او كان من وجهة نظره على حد تعبيره تشابي بيقول انه صلاح هو خليفة ميسي الوحيد هو شايف انه اللعب اللي من الممكن ان يكون عنده القدرة انه يملى المكان او يملى الفراغ اللي تركه ليه ميسي في برسلونة هو نجمنا المصري محمد صلاح محمد صلاح طبعا بقى النهاردة واحد يعني محدش ده ينكر سيبك بقى من قصة افضل لعب في العالم او من افضل لعبة العالم لكن على مستوى الكرة الانجليزية وعلى مستوى ليفر بول تتكلم تقريبا على اهم لعب جي في تاريخ ردز اهم واحد لعب في فريق ليفر بول على مر التاريخ وده بحق المواسم اللي قضاها والارقام اللي حقاها في المواسم دي مع ليفر بقى أسطورة قصة نجاح صعب جدا 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 اتخيل انا كان نفسي يعني لو كنت بسألني او سألتوني عن رأيي من سنة فاتت كنت اتمنى اشوف محمد صلاح بيلعب في ريال مدريد او في برشلونة لانهم الحقيقة اتنين من اكبر اندات العالم ومنوجة نظري اكتر جمهيرية كمان من ليفر بول لكن في الظروف دي لا اعتقد انه قرار ظالم جدا لمحمد صلاح وقرار صعب على صلاح نفسه لانه فيه مخاطرة كبيرة جدا كم من نجوم حتى في البرسا نفسها كوتينيو راح من ليفر بول وكان نجم نجوم الكرة الانجليزية ونجم نجوم الرادز وراح من ليفر بول للبرسا ثم اختفى جريزمان كان نجم النجوم في عتلات كومادريد وكان واحد من اهم النجوم في الدوري الاسباني كله راح البرسا اختفى عثمان ديمبليه نجم بروسيا دورتموند ونجم الكرة الفرنسية كان واحد من اهم لعيبة بروسيا دورتموند وراح برشلونة برضو اختفى فعشان كده بقول انها هتبقى مخاطرة كبيرة جدا انك تبتدي من اول مشوار صحيح اسم البرسا مغري لكن اعتقد انك انت تبني على حقاقته في ليفر بول في السنوات اللي فاتت اعتقد يكون افضل دي وجهة نظري طبعا والموضوع في حسابات كتيرة جدا طبعا في النهاية القرار فيها هيكون لمحمد صلاح